المدينة القديمة المدينة القديمة المسلسل الانهيارات وقرارات الهدم التي تحصد في كل مرة المزيد من البنايات الهشة ولعل القصور الشامخة المترابطة وسط أزقتها الجميلة أحد الشواهد الحاكم بعراقة المدينة العتيقة وإن تقلص عددها بسبب غدر أياد المستعمر الذي حاول تمصى معالم الأمة عبر هدم قصورها من جهة وتعرضها للكوارث الطبيعية التي حلت في الفترة الأخيرة من فيضانات وهزات أرضية من جهة أخرى والمعالم التي اختفى بعضها ولم يعد موجودا سوى في ذاكرة كبار السن فهنا يقول السكان منزل كان يجتمع فيه المجاهدون وهنا الغريبة كنيس يهودي وهنا زاوية سيد خليف وهناك دار القاضي البناء الفخم الذي ما زالت جميلا رغم تكالب عوامل الزمن وإهمال ساكنيه فأعمدته الدائرية وأقواسه ما زالت قائمة إلى الآن وفي كل الأنحاء منازل كبيرة بطراز عثماني إسلامي تنبعث منها رائحة الرطوبة القوية وحمامات أغلبها مقفل وحده حمام بن سالم التركي ما زال يقاوم فاتحا أبوابه للزبائن والسياح واللاجئين الأفارق أيضا فالمدينة أصبحت لهم ولأمثالهم من العابرين بعدما هجرها سكانها الأصليون نحو فضاءات آمنة من الانهيارات المتتالية وصلنا طريقنا وسط الزنيقات الضيقة ورائحة الرطوبة تنخر أنوفنا إلى أن اختطفنا صمت رهيب يخيم على الحي الذي لا تسمع فيه إلا أصوات أقدامنا توقف مرافقون من السكان الأصليون وهم يشيرون إلى البنايات الموسدة أبوابها ونوافدها موضحين بأن سكانها هجروها بعد أن أوشكت أسقفها عن السقوط على رؤوس أصحابها إلا أن السلطات المحلية لم تباشر أي عملية ترميم بل تركتها للزمن ليأكل ويشرب منها ويتركها على الحالة التي نشاهدها اليوم في سوسط أرشيك تستطيع الترميم؟ والأدهى في كل هذا أن الاطلاع على الحي العطيق من شماله في الجهة الخلفية يمكن زائره من الوقوف جليا على ما آلت إليه بلاس دارم في الآونة الأخيرة أو بالأحرى الوقوف على الانهيارات لعدة أحداث تاريخية جعلتنا نقف عن حالة القمامة والمهملات التي كان عبق اليسمين في الماضي يلفح وجوه المارة دون سابق إنذار استمرت جولتنا صعودا ونزولا بين أزقة المدينة المحروسة كما يطلق عليها السكان وسط صمود الطابع المعمري الفريد من نوعه الذي ما يزال واضحا من جهة على بعض البيوت ومحاولات تمص الروح التراثية لهذا العمران من قبل بنايات فوضوية نمت كالفطريات وسط أحياء المدينة العطيق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة